تحية طيبة لكم مشاهدين الكرام نشرة الأخبار نقدمها لكم من قناتكم جددت بلجيكا تأكيد على موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية والذي تعتبر من خلاله أن مخطط الحكم الذاتي المقدم من طرف المملكة عام 2007 يعد مجهودا جديا وذا مصداقية من قبل المغرب وأساسا جيدا لبلوغ حل مقبول من الأطراف كما ورد في الإعلان المشترك الصادر في العشرين من أكتوبر 2022 ويحيل هذا الموقف الذي تم تجديد والتأكيد عليه على لسان متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية على الإعلان المشترك الصادر في العشرين من أكتوبر 2022 وبهذه المناسبة أكدت الوزيرة البلجيكية دعم بلجيكا منذ أمد طويل للمسلسل الذي ترعاه الأمم المتحدة من أجل التوصل لحل سياسي عادل دائم ومقبول من الأطراف وفي هذا الإعلان المشترك يتفق الوزيران على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في رعاية المسلسل السياسي ويجددان التأكيد على دعمهما لقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 26-02 الذي ينص على دور مسؤولية الأطراف في البحث عن حل سياسي وقعي عملي دائم وقائم على التوافق في خبر آخر قال وزير وشؤون الخارجي والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني السيد خوسي مانويل ألباريس قال إن المغرب وإسبانيا لذان يقيمان أكثر العلاقات كثافة وغنا التي يمكن أن توجد في العالم تجمعهما اليوم شراكة استراتيجية ومتعددة الأبعاد العلاقات المغربية الإسبانية ترتقي إلى شراكة استراتيجية ومتعددة الأبعاد تأكيد جاء على لسان وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني السيد خوسي مانويل ألباريس بمناسبة الزيارة التي يقوم بها للمغرب على مدى يومين في أول جولة خارجية له منذ بداية الولاية التشريعية الجديدة الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المغرب وإسبانيا أضحت الآن شراكة متعددة الأبعاد لأنها تشمل جميع المجالات وذلك بفضل خريطة الطريق التي تم اعتمادها في أبريل 2022 بمناسبة الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس هي شراكة تتجسد قبل كل شيء في الثقة التي نضعها في بعضنا البعض كشركين استراتيجيين تربطهما علاقة سياسية رفيعة المستوى وروابط إنسانية يتم نسجها أكثر فأكثر السيد ألباريس أوضح خلال هذا اللقاء أن المغرب يشكل الأولوية الأولى لسياسة الخارجية الإسبانية بفضل شراكة المتميزة والمربحة لكي للجانبين وفيما يتعلق بتعاون الأمن والقضاء بين الرباط ومدريدة اعتبر السيد ألباريس أن هذا التعاون يشكل نموذجاً يحتدى به في العالم بأسره التعاون المغربي الإسباني فيما يتعلق بمكافحة المافيات الناشطة في الاتجار بالبشر والإرهاب يشكل نموذجاً يحتدى بالنسبة للبلدان الأخرى وهو ما عززته أيضاً خارطة الطريق الجديدة هذا وسجل رئيس الدبلوماسية الإسبانية أن الروابط الإنسانية القائمة بين البلدين تعززت هي الأخرى مشيراً في هذا الصدد إلى أن أزيد من مليون مغربي يعيشون في اندماج تام بالبلاد ويساهمون في ازدهار إسبانيا في خبر آخر وتنفيذاً للتعليمات الملكية السامية شارك الوزير المنتدى بلد رئيسي الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطنية السيد عبدالطيف لودية اليوم الأربعاء بلشبونة شارك في الاجتماع التاسع عشر لوزراء دفاع المبادرة خمسة زائد خمسة دفاع الذي ينعقدوا هذه السنة تحت الرئاسة البرتغالية وشكل هذا الاجتماع الذي ضم عشرة وزراء دفاع من دول غرب البحر الأبيض المتوسط مناسبة لوضع حصيلة أنشطة التعاون التي تم تنفيذها سنة 2023 وتحديد خطة عمل لسنة 2024 وفي كلمة له بالمناسبة قال السيد لودي إن هذا الاجتماع يشكل فرصة لمواصلة الحوار والتشاور وتبادل الخبرات والتجارب حول المجالات ذات الاهتمام المشترك في قضايا الأمن والدفاع وبشكل خاص في المجالات المرتبطة بالمراقبة البحرية والأمن الجوي وكذلك مساهمة القوات المسلحة في إدارة حالات الطوارئ والكوارث الكبرى مكلف بمراجعة مدونة الأسرة بالعاصمة الريباط في جلسات منفصلة لمقترحات والتصورات كل من الهيئة الوطنية للعدول والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وجمعية سيدة المغربية شيمة باك الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة توصل لقاءاتها الاستشارية ضمن برنامجها المكثف مع مختلف الفاعلين المعنيين في جلسات منفصلة بالرباط جمعتها بكل من الهيئة الوطنية للعدول والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وجمعية سيدة المغربية حاولنا من خلال عملنا أن نساهم أولا في أن يلتزم المغرب بالعديد من التوصيات التي كانت نقاش حول الآليات الدولية وبالأخص اتفاقية الصيدة واتفاقية حقوق الطفل وكذلك قدمنا عشر توصيات وهي هذه التوصيات مرتبطة بالسبيل الأنجع لإنجاح هذا الورش الملاكي الذي نعتبره مهم في مصار المغرب الشريعي هذه المقترحات كانت طبعا متنوعة سواء تعلق ما يتعلق منها بالزواج أو الطلاق أو الإرت أو الوصايا أو كذلك على مستوى سيارة العقد في إطار المدة 49 أو في إطار المدة 394 من المدونة لقاءات تأتي في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة تنزيلا لمضامين رسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة مقترحة لغاية تهم الأسرة المغربية الأسر المغربية لدب المرأة التي كانت تعاني بزاف من بزاف المقونات الموجهة في حقوقها وفي الحق ديالها اليوم نحن مناصرين القضية النسائية التي نحن سنوات نطالب بزاف تعديلات التي نحن اليوم أعطينا الهيئة تطلعات ديالنا وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامي على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابية بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات التي ظهرت عند تطبيقها القضائي هذا وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقذ رئيس النياب العام عضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة الحسن الدكيب ريباط أكد أن الهيئة عقدت حتى الآن أزيد من مئة جلسة استماع شمالت مختلف الفاعلين المعنيين شيمة باك أزيد من مئة جلسة استماع عقدتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة مع مختلف الفاعلين المعنيين حتى الآن حسب ما أكده الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العام عضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة السيد الحسن الدكيب ريباط جلسات الإنصات لتصورات ومقترحات أحزاب سياسية ومركزيات نقابية وجمعيات ومؤسسة عمومية تدخل في إطار الاستراتيجية التشاركية التي اعتمدتها الهيئة مع مختلف هذه الفعاليات المعنية تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة في إطار الاستراتيجية التي اعتمدتها الهيئة وهي الاستراتيجية التشاركية مع مختلف هذه الفئات وقد تجاوزت جلسة الاستماع حتى الآن مئة جلسة نأمل أن تستمر هذه الاستراتيجية مع مختلف الجمعيات والمؤسسات التي لازلت تنتظر أو لازلت مدرجة إن شاء الله في قريب المنظور للاستماعي لها هذا وستواصل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة الاستماع لمقترحات بقى الفاعلين المعنيين ولكل من له ذراية واهتمام بالمجال من أجل تعزيز المعطيات والمعلومات التي تسعى الهيئة إلى تجميعها في أفق إعداد مقترحات لرفعها إلى أمير المؤمنين صاحب الجلال الملك محمد السادس وفق تعليمات جلالته الواردة في رسالة الملكية إلى رئيس الحكومة والمتعلقة بإعادة النظر في مدونة الأسرة عبر العالم وفي جديد ملف النزاع الروسي الأوكراني جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن تأكيد دعم بلاده لكييف فيما يواجه الكونغريس صعوبة في الموافقة على مساعدة جديدة لأوكرانيا سوكينا مسوية زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إلى الولايات المتحدة تعيد ملف أوكرانيا إلى مسرح الاهتمام الدولي الرئيس الأمريكي جو بايدن استقبل زيلنسكي في البيت الأبيض ضمن لقاء عنوانه الأبرز ضمان استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا مقابل صعوبات كبرى مرتبطة بموافقة الكونغريس على مساعدات أمريكية جديدة لكييف الرئيس الأمريكي جدد تأكيد دعم بلاده لأوكرانيا وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات الأساسية لأطول فترة ممكنة استمرار هذا الدعم أصبح موضوعا يؤثر انقساما داخل الكونغريس فيما يسعى البيت الأبيض لضمان استمرار الدعم العسكري لكييف معتبرا الفشل في الاتفاق على تمويل جديد لأوكرانيا بحلول نهاية العام سيؤثر على كييف ميدانيا وأمام الكونغريس نظريا حتى الجمعة للتوصل إلى اتفاق حول هذه الأموال الإضافية فهل سيعود قطار الدعم العسكري الأمريكي إلى السكة الأوكرانية في الوقت المناسب؟ عبر العالم دائما وبعد مفاوضات عديدة صدقت دول العالم على اتفاق تاريخي يطمحوا إلى التحول تدريجيا عن الوقود الأحفوري المسبب في الاحتباس الحراري اتفاق والإمارات يعتبر نقطة التحول الاستثنائية في مسار العمل المناخي للدول كل التفاصيل فيما يخص هذا الموضوع معك هبابو جرادح دول العالم تتبنى خلال مؤتمر كوب 28 بدبي اتفاقا تاريخيا بشأن مكافحة التغيرات المناخية اتفاق الإمارات يدع العالم على مسار العمل المناخي الصحيح للحفاظ على البشرية وكوكب الأرض هذا الاتفاق الغير المسبوق لتصدي لتداعيات التغير المناخي يشكل نقطة تحول استثنائية في مسيرة العمل المناخي على المستوى الدولي مؤتمر الأطراف عقد جلسة عامة تم خلالها عرض صيغة النص النهائية التي تم التوصل إليها والتي وصفت بالتاريخية وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي رئيس مؤتمر الأطراف كوب 28 سلطان الجابر أشاد بالنجاح في تطوير منظومة مؤتمرات الأطراف وتقديم استجابة فعالة لنتائج الحصيلة العالمية حققنا الكثير معا في زمن قصير وخلال أسبوعين عملنا بجد وإخلاص لبناء مستقبل أفضل لشعوبنا وكوكبنا المراقبون اعتبروا أن كوب 28 تمكن من تحقيق نتيجة تحترم العلم وتحافظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض لمستوى درجة ونصف درجة مئوية استجابة للحصيلة العالمية دوليا دائما أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين اليوم أنها بحاجة إلى أربعمائة مليون دولار حتى نهاية العام عشرين ثلاثة وعشرين وقال مفوض الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في افتتاح المنتدى العالمي للاجئين تواجه الكثير من المنظمات الإنسانية مشاكل التمويل خطيرة وأكدت المفوضية تسجيل أكثر من مائة واربعة عشر مليون نازح في العالم حتى نهاية شتنبر الماضي وعلاقة بالأزمة في سودان حضرت منظمة الأمم المتحدة للأغدية والزراعة أمسية ثلاثة من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في هذا البلد بسبب تصاعد النزاع بين طرفي كون العسكري والتداور الاقتصادي المتواصل ودعت جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ إجراءات فورية لتجنب وقوع كارثة إنسانية وشيكة رياضياً وضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ودعى نادي مونشستر يونيتد تشامبينز ليغ عقب خسارته أمام ضيفه باير ميونيخ الألماني بهدف دون ردة خالد بدو خيبة أمل كبيرة تلك التي عاشتها جماهير منشستر يونيتد الإنجليزي في ملعب أولسترافورد عقب خروج فريقها بشكل رسمي من منافسات دور أبطال أوروبا بعد أن انهزم الشياطين الحمر أمام العملاق البافاري بهدف دون رد برسم الجولة السادسة من الشامبيونز ليغ بالطبع إنه أمر مخيب أن نودع دوري الأبطال الآن علينا التركيز على الدوري الإنجليزي الممتاز وسنبدل قصار جهدنا لنكون ضمن المراكز الأربعة لنعود العام المقبل لدوري أبطال أوروبا هدف الفوز للنادي الألماني حمل توقيع المهاجم كينكس ليكومان الذي نجح في هزي شباك أونانا في الدقيقة السبعين أعتقد أننا نستحق هذا الفوز لا سيما وأننا قدمنا أداء جيدا طيلة 90 دقيقة لذلك نحن سعداء بهذه النتيجة فوز مهم اعتلى به الباييرن صدارة المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة في حين ظل اليونايتد في المركز الرابع بأربع نقاط ما يعني إقصاءه من دور الأبطال المراقبون للمشهد الرياضي يعلمون جيدا بأن اليونايتد انتهى منذ أن رحل عنه السير فيرغيسون ربما يعود شكرا لكم على المتابعة مشاهدين الكرام إلى اللقاء